اشتركوا في القناة 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 انه الاكل كفة وما كفة صدقوني والله يا بناتي الاكل كفة ونحن من الناس ان كان نحن والناس والله ما هو اكلهون كتير اذا عملت كزا نوع على الفطور بزيد لتاني يوم وبزيد للمسا وهيك اذا عملت اكله اكلات على الفطور نوعت بالاكل هيك بتلاحظوا علي اغلب الايام ما بنواق على الصفر كتير لان اكلنا ما هو انه هالاكيلة كتير عارفتوا علي فلما اجو اخواتي اللي عندي اكلنا الحمد لرب العالمين وكفة وزاد يعني في صبيقة الكفة للرجل اينا الرجل ما في رجل قلت زاد لقمي للمساء اكل منا جوزي يعني احنا كنا شبعانين وبالنسبة للأكل الكفانة وحتى يعني شفتوا انتوا يعني بعد ما عملت الأكل حتى حطيت قاتت وحطيت يعني كستنة وبزروا هيك يعني الحمد لرب العالمين نعمة الله وخير الله كتير بس الصبية اللي كانت عبتدخل بترد على كل الصبية عبتعلق الصوايا هنين عبعلقوا بطريقة محترمة انه حسيت الأكل قليل عادي ما في مشكلة يعني وقت البنات وقت بتنتقدوا المحتوى كتير عندي انا يعني هالشغلة عادي عرفتوا علي خلص بجوز انتوا ما نكون شايفين حتى يعني ورا الكاميرا لو قات ما حطيت اللي سنبوسك أكل وكم وحدة منهم هيك يعني بس دوقة يعني لانه صخنات كتير عرفتوا فالصبية اللي كانت داخلة وعبتغلط على المتابعين يعني بدي بس أقولك بس كلمة انه هدول أنا متابعيني مو بس انه نحني أنا متابعيني عيدتهم مثل أخواتي مثل أهلي يعني فاندي داخلي عبتغلط يعني المتابعين لو ما المتابعة هي بعتلي أماني شوفي الصبية اش عبتغلط لحتى كنت ما شفت التعليق لانه أنا برد على التعليق وما بعد بطلع عندي اش الناس معلقة رجعاني عالتعليق كذا مرة فلما دخلت يعني انصدمت والله العظيم يعني بقلة الأدب يعني بس بدي أقولك كلمتين أكيد عبتتابعي لأنه هدول الناس يعني ما بعجبون شي وبودخلوا بتابعوا الفيديو بحزافيروا يعني فإذا عبتتدخلي وبتردي على البنات بطريقة غير محترمة هذا بيدل على تربيتك وأخلاقك من البيت اللي طلعتي منه عن جد على فكرة ما في حدا مني ناء إن كان هدول الصوايا يعني أكيد يمكن أنت بتفكري حالك إنك مانك معروفة يعني إنه بالاسم أو هيك بس صدقيني يعني هذا بيدل يعني لو أنت هلأ أنا من وراء الكاميرا مين بيعرفني؟ ما بحث أن أطلع وأحكي كلام طالع نزل وهيك هذا الشي عيب يعني هذا الحكي الحكيتي عن جد بيدل على تربيتك في بيت أهلك المنشأ اللي طلعتي منه فعن جد يا بنت نحني كثير وأنا بكون عبا أحكي مع أخواتي صدقوني يعني صرنا نعرفكم من التعليقات صارت مثلا أحكي مع أختي تقول لي إنه شفتي إيش كاتبتلي هاي إنه الصبية شفتي إيش كاتبتلي صرنا نعرفكم من تعليقاتكم يعني أنا منين بعرفكم من التعليقات فهذا بيدل على يعني نسبة الاحترام ونسبة الأخلاق الحلوة اللي عندكم يعني والله العظيم وهي الصبية لعبت غلط يعني أنا بعتزر عن الصبية اللي غلطت عليها وغلطت عكذا وحده يعني أنا بعتزر عنكم كتير كتير وعن جد كتير يعني هيك يتدايقت لعني شفتها هيك عبتعلق وما كنت من تبها يعني رأسا يعني هدول الناس اللي بعلقوا بطريقة هيك يعني الكلام عندهم بيكون هيك بهالطريقة هاي رأسا بحذرهم بس تصدقوني ما كنت شيفتهم بعتذر كتير كتير وهيك يعني زرعوا بدقني يعني أنا لتلكم بنات وقت اللي بجيني تعليقات سلبية والله عادي يعني بجوز أنا ماني مضطرة يعني مو ماني مضطرة أنا مثلا فيه ناس كتير كتير ناس مثلا ماني مضطرة انه تحبيني أنا ماني جي برتك تحبيني أنا عب أقدم محتوى حبيتي حبيتي ما حبيتي يعني عادي والله وأهلا وسهلا بالكل يعني فبس لما بتدخل واحدة بتغلط بكلام كبير هذا الشي ما بحبه أبدا ما بحبه ولا بحبي انه يكون عندي بقناتي هيك ناس يعني فبعتذر منكن كتير وهيك يعني هدول الصبايا اللي غلطت عليهم ناي الصباح حذرتها بس أكيد يعني حذرتها من التعليقات وسأكيد هلأ رح تتابع وتتفرج فبس بدي أقلك انه هذا الشي بيدل على أخلاقك وع تربيتك والمنشأ اللي انت شأتي منه وهلا هون مت ما شايفين يا بنات سلقت يعني حطيت المناقش بالفرن طالعتهم وغطيتهم بشوفته ماشي وبعدين سلقت بطاطا مت ما شفتو منا عملتها هيك عليها كمون وفليفلي حمره ومليح وزيت ومنا هيك عملتها مفرقت البطاطا يعني انه هون كان ما عندي وقت انه أبرك لا أعمل أكل متل عادي ولاشي بس هيك انه فطور عسرية هون مت ما شايفين حطيت هيك البطاطا هيل عليها كمون وفليفلي وحطيت معه حتى مع المفرقة يعني بتاكل هذا المخلل اللي فليفلي كتير طيب معه كتير يعني انا كتير بحب هذا المخلل بيجي بيجي من البيم ايو بس هيك يا بنات هيك كان فطورنا يعني تلكم فطور سريع وحتى يعني ما كان فيه جلي كل الشغلات حطيتها بتجلي بس الطواية تبعيتها البيض ما بحطها يعني حط شلتها وجليتها ومتل ما قلت لكم السباية اللي سألتني انه بالنسبة للسامبوسك ما تحطوا بالفرن ابدا لا تجربوا هالعجينة ما بتنحط بالفرن وهيك يا بنات هيك كانت الصفرة الحمد لرب العالمين دائما وبدن والله هيك يا بنات متل ما شايفين بعد ما خلصت قلت لكم يعني قمنا هيك تساعدنا ضبينا الجليات كلهم ورجعت لميت وقمت ساشورت لهم شعرهم للبنات خلصت منهم حتى لبستهم وبركتهم وطلهم استنوا بقى لا اخلص يعني لبستهم قبل بوقت بكتير عرفتوا حتى يعني أنا عملت شعري وجيت وخلصت يعني ما ضل عندي غير بس انه مكياج وهيك كم قصة ايه جيت قلت لحالي خليني على السريق اعمل اسرع اكلة بحسها يعني هي البامي واغلب الايام لما بطلع على البيم يعني بكون ما لازم نها لا بامي لا بازيلا بس بقول لحالي انه بجيبهم بحطهم بالفريزة شفتوا وقلت لكم انه عندي الفريزة ما بتسع انه امون كمية كبيرة فبحطهم بالفريزة وبقول لحالي شوفوا يعني وقت الزنقات بتلاقوه يعني مثلا انا البازيلا بازيلا ورز او بامي او مثلا هيك يعني شغلات هدول اللي بجيو جاهزات بالبيم بلاقيهم يعني لقيا وقتل هيك الزنقات هلا هيك متما شايفين يا بنات قطعتها كلها بتجي هيك كتير كبار يعني من البيم فكلها قطعتها انا بالعادة يعني بقلية عرفتو قبل ما احمسة مع اللحمة فهل مرة لا خليت اللحمة لحتى انه هيك استوات حطيت له بهار وملاح وشوية سمنة قليتها كتير منيح هيك حمست اللحمة كتير منيح وبعدين نزلت فوق البامي وغطيته وخليتها هيك يعني تنقله وهلا هون كما شايفين حطيت كيلو ورز كامل لشان لتلكم لبعد يعني بعد ما نرجع من العرس انه ناكل منا وهنا وقت يعني لوقت ما صارت البامي وهيك يعني لتلكم انتو بتشوفوا الفيديو مثلا انه رأسا نجيت عالطبخة ففي وقت يعني فبهل وقت هذا يعني زكريا جاع وحمودة ابني كمان جاع سارة واميرة قال لا ما نجوا عنين كتير فهل رأسا نسكبت له لزكريا ولحمودة يعني طعما معه وانا هوا كنت عبا جهز حالي وهون كما شايفين حملنا حانة ولبسنا وطلعنا على العرس انجد كتير كتير انبسطنا بهالعرس ايام كتير بارو مثلا عراس ما بنبسط ولا بتهنا ولا ابدا بس هالعرس كتير هيك انبسطنا يعني والله هون كما شايفين على قد ما حبيت يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يهنيهم يا رب ويباركلن قد ما حبيت البدلة وهيك الصالة والباقة الورد صورت وصورت وصورت وان حمودة انا حمودة ما اخدته معي حمودة ضل عند ابوه فوقت الاجع ياخدني نزلته هيك صورته شوي يعني هيك في الصالة عبالكون انصدم شاف العاروس قلت لها خجلان منك فهيك الله يهنيهم يا رب ويساعدهم عن جد كتير تهنينا وانبسطنا هيك وهي المناسبة غير المناسبة اللي كنت عبا جهز لها يعني هديك المناسبة غير لسه مطولة وبس هيك هوني بعد ما اكلوا الولاد وناموا هون ما كنت لسه جوعاني لاخر الليل جبت انا سخنت وبركة اكل وبس هيك يا وانات هيك كان الفيديو لليوم لا تنسوا تعاملوا لي لايك اذا حبيتوا بشوفكم فيديو جديد سلامات